وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة مع سياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف خفض أكبر قدر ممكن من نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للنتيجة المحلية جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه للسياسات المالية والخزانة العامة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد أحمد كوجك نائبي وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية للخزانة العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الآداء المالي للدولة وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022 والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستعاب الصدمات مما رسخ الانطباع الإيجابي عمرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائداً أولياً بلغت نسبته 1.3% من النتج المحلي في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4.7% كما شهد العام المالي 2021-2022 معدل نمو سنوي لإرادات الموازنة يقترب من نسبة 20% بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالية المصرفات 14.8% مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق قلال الأعوام المالية الماضية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية خاصة في قطع الضرائب والجمارك والتأمين الصحي الشامل والشبكة المالية الحكومية وحساب المرتبات إلكترونيا والدفع والتحصيل الإلكتروني وبالنسبة للضرائب فقد اطلع سيد الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءا من شهر يوليو الماضي والذي يتكامل مع منظومة الفطورة الإلكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020 فضلا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير رسمي لتلك الآليات وعلى صعيد قطاع الجمارك تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجماركي ليصل إلى متوسط أقل من ثلاثة أيام مواكبة للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وقد وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعاء فضلاً عن التطقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راق ولضمان امتلاكهم القدرة على استعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة من ناحية أخرى تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل من حيث الإرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للعام المالي 2021-2022 والتي حققت تأزيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020-2021 وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية ترجمة نانسي قنقر